وأذكر أيضاً والواحد قاعد تعبان وعنده دور برد لقيت أن الصديق العزيز الفنان الكبير ياسر جلال أعلن عن تبرعه بتلاتة مليون جنيه لصالح صندوق تحية مصر بيقول المرات أنا بعلن عن الجهة والمبلغ لأنه بتمنى أنه كلنا نشارك ونشترك في هذا العمل وبيقول أنا ما معيش كتير لكن أنا حبيت أن أنا أساه أنا ما بقولكش يا سيدي وإنت قعد تسمعني أو تفكر أن أنا بعمل لك دعايل صندوق تحية مصر لا يا أخوي دبر إيدك في 200 جنيه بعتهم لعمتك ابن أخوك هيتجوز ساعده ب500 جنيه صورة من صور التكافل كنت دايماً أقرأ من زمان وإحنا صحفيين وإحنا طالبة يقولك صورة الجياع قادمة صورة الجياع قادمة قعدوا يتكلموا بيها كأنهم بيبشروا بحاجة علوة في العشرين وثلاثين سالة اللي فات فمرة سألت يعني أحد المسؤولين المتدينين يعني ده في عهد سابق يعني بقول له أخويا صورة الجياع قادمة قلتوا مش خايفينها وشايا قال له عمر صورة الجياع ما هتحصل في مصر قلت له ليه قال لي علشان الشعب المصري متكافل مع بعضه بينه وبينه فيه تكافل قال لي يعني أنت ممكن تكون ساكن في عمارة فزوجتك تقول لك أن ابن البواب هيعمل عملية فإديني ميت جنيه متين جنيه وأن سكان العمارة بيجمعوا الالفين تلات تلاف جنيه تمن عملية ابن البواب قال لي ما ديه صورة من صور التكافل فين الحكومة هنا فاللي بيشيل المجتمعات وقت الأزمات هو صورة من صور التكافل الاجتماعي علشان كده أنا بدعو بدعو كل شخص حتى لو كان يعني بسيط الحال أن يستطيع أن يساهم ويساعد ويخفف ولو بكلمة عن زميله حيبقى كويسه تعالوا نذهب إلى السادة الأطباء هنطمع السادة الأطباء أنهم يخلوا يوم للغلابة في الإسبوع مثلا يكشفوا فيه صياطلة وصيدليات بيعملوا حاجة كويسة عندهم كشف كده يعني ناس بتسحب دواء طول الشهر بس متعثرين وده الغلابة وعملين صندوق يا أستاذ أنت اشتريت مني دواء بمتين وتسعين جنيه بقى عشرة جنيه الصندوق ده بتاع الغلابة أحط لك العشرة دي علشان لو حد جاي محتاج دواء أقدر أديله الدواء حط يا أخويا العشرة واخد معي عشرين كمان نقدر بحاجات بسيطة نعملها آه تقدر تعدي على صيدلية وتقوله اعمل صندوق القير ده للتكافل بنا لو أنا صاحب مخبز لو قدرت أطلع حاجة لو أنا صاحب صبح ورايح شغلي وقدرت أعمل صندوق شين بس على جنب كده وأنا ماشي في الشارع في طريق للشغل أطلع الصندوق شين دول بنية يا أخي نفق قرب بعد أنا شايف أن التراحم بنا هو أهم فضيلة عايزين نحياها هذه الفترة أنا ما بكلمكش وبكرة شهر رمضان لأن دايماً بقول رب رمضان هو رب كل الشهور لكن أنا بدعو فينا جميعاً لا تزال في قلوبنا نبتة الخير إن احنا نحاول نتعاون مع بعض كل واحد على قد ما يقدر لو التاجر يقدر يخفض أسعاره شوية يعني اليومين دول بعض الأسر بترد تستعد لشراء شنة رمضان بنا من قلب هذا المجتمع فهتلاقي الشنطة اللي كانت السنة اللي فادت بمية وخمسة وثلاثين أو مية واربعين زادت الضعف السلات فالتاجر يقول لك اشتري ماشي يقول لك بص طالما دي راحة لشونة رمضان هبقحلك بسعر التكلفة يعني مفروض تاخدها مني بثلت ومية لا أنا أدلك بثلت وخمسين صورة من صور التكافر ده يشجعني وأنا بطلع شونة رمضان بدل ما طلع مثلا عشرين شنطة يبقوا خمسة وعشرين شنطة هل لو قدرنا نعمل ده هل ده هيفرق مع تاجر مثلا مع تاجر كبير مثلا عنده مخازن كبيرة أنا أعرف أصحاب أصحاب هيبارات ليه الماركت وحاجات كبيرة بيطلعوا ده بشكل دائم لو قدرنا نعمل ده لو قدرنا يعني نتعود عليه يعني ونساعد بعض عليه أعتقد هنقدر نخرج بإذن الله شكرا